نروح لنادي الزمالك اتحاد الدولي لكرة القدم اخطر رابط بوخارست الروماني النهاردة بشكوى نادي الزمالك ضد اروين بوبينزا لاعب الفريق الجديد فيفا طالب النادي الروماني انه يوضح موقفه من المستندات اللي قدمها نادي الزمالك في شكوى اللاعب اللي هي ايه بقى اللي تضمنت اتفاقه او اتفاق وقعه اللاعب والزمالك ايضا وكمان الزمالك احتكم في ملفه الى الاتحاد الامريكي اللي ارسل البطاقة الدولية الى الاتحاد المصري بشكل طبيعي عشان يتمكن الزمالك من قيد اللاعب وفي المقابل الاتحاد المصري رفض ارسال البطاقة الى الاتحاد الروماني حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة حسن معلوماتنا النادي الروماني هيطلب منح بوبينزا بطاقة مؤقتة عشان يشارك مع فريقه الجديد وبعد كده يشوف الوضع ايه في القضايا طيب افرد القضايا دي حسمت لنادي الزمالك الزمالك هياخد كيام ان شاء الله تحسن لنادي الزمالك مهما الزمالك دفع ديون وقضايا وكسص بحاجات شبه كده ووقت الزمالك بقى ياخد حقه فالزمالك لو كسب القضايا دي هياخد 2.5 مليون يورو 2.5 مليون يورو بوبنزا بقى ونادي يدفعوهم بوبنزا اشيلها الواحد ونادية اشيلها الواحد ملناش دعوة بس احنا نقول ازا مالك خشاله اتنين ونصف مليون يورو ادام بوبنزا مجاش براحتك عام بوبنزا ازا مالك عنده ناصر منزي راجل يعني عاده يدور على بوبنزا فالاخر ناصر منزي هو اللي جاب البطولة لعيب كبير ومحترم ومهزب جدا يعني